محاربات ما زلنا ياخذن معركتهن ضد ذلك الخبيث منهن من انتصرت وأخريات يحاربنه بكل قوة وإسرار وأمل أنا ناجية من سرطان التدي أنا من 2005 إلي 17 سنة مريضة سرطان والحمد لله أنا نجيت منه لأنني أنا اكتشفت المرض مبكر والحق تحالي على السريع فأنا بننصح كل سيدة شاك في أي شيء في جسمها في التدي عندها فورا نطروع على الدكتور ما تستهينش بالموضوع لأن الفحص المبكر هو نجال الحياة أعتبر حالنا إحنا صامدات جبرات عظيمات مناضلات لأنه إحنا بنكابر على مرضنا وعلى وجعنا كلمال إنه نشوف ضحكة غيرنا وأكتر حاجة أنا بكرهها في الناس الشفقة هذه الشفقة أنا بتمنى أن نكون إحنا مزل القوة وهذا إكتوبر الوردي إحنا بنحتفل فيه لأنه إحنا وردات إكتوبر الوردي فعاليات كثيرة منها التوعوية ومنها تسلط الضوء على أسباب زيادة أعداد مريضات سرطان الثدي في القطاع ومعاناة المريضات مع استمرار منع الاحتلال علاجهن خارج غزة أو حتى توفير العلاج لهن داخلها اكتشفت المرض بعد عام ونص من المرض مع أني كنت بتابع وبعمل تصوير بس ما كانش مكتشف والحمد لله كان مرحلة تانية وأخدت جلسات الكماوي بس ما قدرت أكمل الجلسات فبعد شهر مفروض أخذ علاج الإشعاع في مستشفى المطلع ارتفضت أربع مرات من الجانب الإسرائيلي فلذلك بطالب كل جهة مسؤولة أنها توفر العلاج الإشعاعي لأننا نتعذب كمرضة خطوة بألف خطوة إفحصي كان الشعار لهذا العام للمؤسسات والمراكز الصحية التي تهتم بالتوعية بأهمية الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال تقديم إرشادات وتوجيهات توعوية لجميع النساء المريضات والناجيات هذه الفعالية لم تقتصي على شهر أكتوبا الوردي بل تكون على مدار السنة بأكملها هذه الفعالية كانت بهدف أن نشر الوعي وتسقيف الصحة للسيدات الناجيات والسيدات المريضات حول أهمية الفحص المبكر والكشف المبكر وكيفية الفحص الذاتي لوقاية من سرطان بشكل نعام وسرطان أثدي بشكل خاص كل إنسانة تكتشف كتلة تكتشف المرض هذا ما تخافه ما تخجل تواجه المرض بعين قوية تواجه المرض بكل الأساليب بكل الأساليب وما تتردد زي حكايتي أنا إنسانة ترددت بالعلاج رغم المشاكل اللي أنا مرت فيها لما أنا ضريت حالي وانتشر في جسمي كله تختلف معارك النساء في غزة مع مرض سرطان الثدي عن سواهن في العالم فهن مجبرات على مواجهة هذا المرض الخبيث من جهة ومن أخرى منع قوات الاحتلال لهن لتلقي العلاج من غزة أماني كاساب تلفزيون فلسطين